وصل صوتك المخرج لسعد الوسليتي مرحبا بك على مزايي كافيا عسيما شحوي عيشك صباح الحمد لله تاعب شو ذاهر منيش وقلك صباح شو يا مورك نعرف انك وقتش كمال تصوير اليوم كمان سبعة سبعة تصوير سبعة تصوير مع العلم انه مزيت تصوير نرجع زيدة سبعة تالعشي شاء الله ربي معكم ونورمالما يعني بالنسبة للوقاية تذي بتعدي شنوم زيدة برش عبيد تقول لهو يكمل السبعة دونك يرجع لسبعة ينجم يرقد في لوقاية تذي شنو فامنا نمشي تبشي المونتاج للمونتاج ووالا دونك اختفناك تقيق بحدينا بش رحكينا على لدو سيري هدو بكري قوت تكسيد كوم قوتلي سيري دونك خلينا مش نخذ بالكلمة متاعك انتي عنا أمبولانس في التاسعة قدرة التاسعة وعنا دار العزيب في حنبال بش ركز بارش على أمبولانس خاطر دار العزيب ذه اللي خذت بايها في السنين فاتت كل عام ونحن نحكيه على دار العزيب ومبعد ما تتعداش القتالة حل ذه اللي في الأخر اي بو بو الحمدول المنتج رقى حل اوك اي اي انا نحكي بلانو العمل انتي المخرج متاع وباسم كده اي هو دار العزيب معتا سلسلة خمسة عشر حلقة دونك عمالناه صحيح عنا عميل دونك لأسباب تعرف معناتا اللي نيجوسيسيون اللي سيرو كل شاي مهم مركتينج يعني مركتينج دونك ما ما تعدادش السنين المنتج اليو سير اوف عيساوي يلقى معناتا الحل والتم الاتفاق انو مش تتعدى في قناة حنا بار مش تتعدى مش تتعدى اي 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 يعني جس بالنسبة للناس اللي باركشي اول مرة يسمعو بدار العزيب حكينا شوي على دار العزيب شكو فيها اشنو الفنانين اللي تتعام معاهم في السيدكوم هدا دار العزيب هي سلسلة يعني كل حلقة عندها التام عندها الموضوع متاحة هي بتحكي على خمسة عزيب اللي هم تعرفوا لبعضهم بصدفة وكريوا مبعضهم أبغتمو لبغتمو هذا كريوا ما عند شخصية عبد جبار غردلو اللي هو ملك إيمبل والإيمبل هذا كان تخاطر مرتو تليانية ورثها ما عنده دونك الابارتمان اللي هم بشي سكنوا فيه الابارتمان اللي ورثوا مع مرتو اللي كان ديما مسكر دونك حتى مام بالديكور متاعه بالليزاك زيسوار وكل شيء مالليزا نيسان كونت دونك سكنوا وبعد نبدأ على المر الخمسة حلقة يعني نتصور أنه سلسلة أي جن ولا أي واحد فينا تعذى بالمرحلة هذيك متاع أنه كره وأنه عاش بعيد على دارهم وأنه يتفهم ساعات معا يسكن معا مولا ما يتفهم إش يتفهم معا الكاري يتفهم معا إليزا بيتون وكل شيء هذا كل باش نشوفوه في خمستاش الحلقة خمستاش كتب سيناريو فتح بوسيلة في الديالوج سابر ووسلتي اللي كوميديان هو كما في اللي دوبخوا جايتهم بعد نحكيو عليهم سيكيو ديما نحاول ناخذ ناس اللي جدد لكن عندهم تجربة مسرحية لك فيها الخمسة عزيب فيهم محمد علي دمق محمد عكاشة عبد الرحمان الشيخاوي سابر ووسلتي وأحمد بن علي وفما علي الدينيوب اسمه ووسلتي ونجي قنوتي هذوما الشخصيات رئيسية وفما فمثلا خالد بوزيد اللي نشوفوه على ستة حلقات فما سيسلاح مسدق فما فرحات هنانا زادة ذايف شرف يعني فما زادة مجموعة كبيرة متاع متاع ممثلين اللي نشوفوهم يبانوا في بعض الحلقات والحاجة جديدة مو جديدة اللي هي معنتها مبنية زادة على انه فما الناراتور اللي هو قاعد يحكي الناراتور هذا اللي هو قلش عليه شخصية ما بين شخصية اللي هو ومن هوني معتها نشكل الخطر اللي أكسبتي وكل شاي بشي يعمل معنا يدخل معنا في الافنتور اللي هو هيثم مكي دونك هو الناراتور اللي اللي تحسوا عايش معنا معظنان ساعات واحد كيح الباب يقول اسمع ما تنساش بالله سكروا راك دونك اللي هو معنتها دونك كانها شخصية تعيش مع مع العزاب ومع الشخصيات متاعنا لكن ما نشوفوشو يعني هذي مفاجئ يعني كيفش قناعت هايثم مكي اللي جنرال ما توجهت وواللي يسمع هايثم مكي يقول ماذا اللي كانوا بشي قبل أنه يمشي في حاجة كما هكي يعني هو دابوغ الانتاج معناتها تيصح أنو يجيب لي وقتها هايثم وقتها وهايثم مكي موش ديريكت قال أوكي قال نشوف نشوف جانا وقت نحنا نصوره ومامتان في المونتاج في نفس الوقت جيت فرج شيف كي شيف حس لبروجي معناتها اللي انتريسون وحنا حتى مم الفريق تقني وكلوني الديجون معناتها دونك شيف فما ينرجي شيف أنو فما حاجة موكن انتريسون وكل شي وقتها تخل معنا في يعني فما سويل بالحق يعني لسعد يعني كي نحكي ونحنا نقول وعمل كما هكا في مجموعة من الشبين هذو تركيز برش على الكولور في الخدمة هذه دجا يعني كاشرط غرافيك بالنسبة للعمل حلو يسر فما كاستينغ حلو يسر فما حتى فنانين يلقوا في نجاح في رمضان يعني 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 من الفنانين اللي نتفرج فيه مثلا في سيدكوم اخر والناشحين في سيدكوم اخر اللي هو انسيبتال عزيزة علش بش نجم يلقى يقبل انه يعدي هي مش مشكلة انه يقبل انه يعدي يعني انا ممكن مش نحكي في الجزء اللي نعرفه من مش مشكلة يعني مغلي مشكلة متاع ماركوتينغ اكهو لا هو كان فما اتفاق ما بين رؤوف عيساوي وكان مش تعاد في القناة الوطنية بعد ما صار الاتفاق انا ممكن ما عنديش الديتايم معناتها كل دونك السيري معناتها تأجلت للعمل فات وبعد هوني بتبع هوني وكننا نسميه كوراج كبير من المنتج انه عمل سيري كاملة معناتها بميله الخاص اللي هي حاجة معتها سيرار توا دونك صرف يعني صرف على انتاج وديما حط يعني حط الاقتراحات وبشيشري والبروجي معناتها المشكلة مايش يقولك البروجي كليتي متاع ولا حاجة ديما تبقى المشكلة مادية وهذا مشكلة ممكن موضوع اخر في الانتاجات متاعنا وفي السوق الصغير متاعنا متاع الانتاجات دونك هذك هذك عليش بقى عمين زيت جيت وحاسم العرف جيت زيت معناتها اقتراحات في قنوات ممكن خفنا للمشروع مايتعديش بالبي خستان انك يتطعب على المشروع وانا دالو عزيبي يسمى اول مشروع عندي عملته في تونس قبل وعملت اكثر برشا مشاريع في تزير وهذا اول مشروع وكلا كان منش تاجر عندي مشروع لازم نوصله بالبي السنين الحمد الله لك يتعدى في حنبال ان شاء لا يتعدى في ظروف بايا واسك تكست بشيكون موالم عمين تاني مشكو الكون تكست متاع اليوم بشيكون موالم باردو شاي ولا بش تكتبو تنوي هذا العمل سجل تسعين بالمئة موالم موكل شاي علش كل تسعين بالمئة خاطر فما حاجات خدمنا وقت على حداث سارت 2012 2013 دو خدمنا عليهم مية تسعين بالمئة كما قلت لك معناتها المتفرج بشوف حاجة 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 جديدة كن كل جديدة ما جيب معناتها مش معناتها احنا خلقنا حاجة جديدة فما فأنا كل فما نفس جديد فيها سيري هذا هو الأهم حاجة فما فيها نفس جديد النفس جاي من المنتجان الممثلين الفريق حتى التقني فما نفس جديد معناتها انه سيري دي من عودة انا تعطى بره عزيز عليها برش على خطر خدمناها خدمناها مغير حسابات خدمناها خطر امان المشروع قلنا نخدمو معناتها من نوعي ليس كوماند انا السيناريو عندي من 2010 من 2010 مع فتحي نحاول ونشوف مع شكوم نحاول نسلح نحاول نخدم عليه وكل شي حتى لتخدم 2013 معناتها جسبي حكيت عليه برش جسبي حكيت نكون على جس 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 برش حكي على مشروع واحد اخر تصوير واحد اخر الفكرة جديدة في تونس هاتوا نزيد ونحكي باكثر تفاصيل على الممثلين الفكرة الظروب من حتى مزيد قاعد تصور في هذة للمت هذة بعد شكرا مع العمل المتاع الثاني حكي على دار العزيب السيري ستتعد في قناة حنب في شر رمض إن شاء ستعد في شر لين أول مرة يتخدم في تونس عمل يعالج حاجة كما هك هي اسمه أمبولانس شو تجم تحكين على العمل هذة كبداية شكون في العمل هذة أمبولانس هي سيري أول سيري ميديكال تعمل في تونس شو شو تأخف طبيعا شو نعرف كيف ندوي بعض الأمراض شو سيري ميديكال برش عبد فم شكون يتابع مثلا غريس الاناتومي ولا فمشكون يتفرج في مقبل في أرجنس وغاش جسما في تونس قلوك شنو هذة سيري ميديكال شو نبدأ بشو هي أمبولانس سيري هي الأحداث ستصير معنات حاول الإكيب ميديكال هم الإكيب بتاع الامبولانس اللي فيها مدسان والامبولانس وانفرمي وانفرمي هذة هم الإكيب اللي ديما يخرج في دي دي بلاس مو سيري ديما مبنية على نحن نقول ترواز ديما نبدأ بداية السيري نبدأ نوري الكوتيديان بتاع البرسوناج هذو ممتاع نو المدسان عندهم مشكل عائلي وكل شاي الامبولانس وبعد ندخل للكلينيك للإرجانس نوري زيدا هوني البرتي معنى الكوتيم ميديكال نحن نوري يعني معنى السيطوات اللي سيروا في إرجانس هوني دي سيطوات كوميك يعني البرتي الأول بالعكس فيها شوية هكا دراما فيها أكثر أمه الثانية فيها فيها دي سيطوات كوميك اللي هما أترافر لي بخصناج الشخصيات اللي يجيوا للإرجانس بشي داويو وحاجة أخرى هي الرولاسيون اللي ما بين الكور ميديكال وبعد عندهم لكيب هذوم تعالوا بلانس عندهم سال دورو بو دونك زيدا نعيشوا هذيك الكور ميديكال كي يقعدوا في السال دورو بو وشنين الحاجة اللي يحكيوها بعضهم بو احنا عملنا هكا سال دورو بو متطورة شوية عندهم بلاي ستيشن يالابو عندهم يتفرجوا في الفلام يتعركوا زيدا على التلفزة شكون يتفرج في هذي شكون يتفرج في هذي دونك ومبعد جي لابيل انهم عندهم ميسيون الالكستريول دونك هني نخرجوا على الامبولونس وشك ابيزود فيها تجربة واللي ديما تجربة طوفة بكيرثة طوفة بحكاية دونك واللي هما حاجات بزارة معنا مش مثلا حتى اللي زاكسيدان اللي يمشي يمشي ولا ولا تنتاتيف دو سويسيد ولا مرامش تؤكوشمان ولا حاجة مش ما يسيروش سواف في ديزاندرو عاديين ولا ديما فيهم حكاية دونك هذا بريسك الكونسيبت متاع امبولونس معنا كما نقول وحنا سيسيري فيها معنا نساق متاحا سريع جو بونس سبكتاتور مش بشي أقلق كلها معناتها أحداث وديما فهم أحداث اللي ما يستنهمش خاطر كي تقول نساعدنا كما تقول أمبولونس يقول خاطر احنا كانت تشوف احنا روبرتش أفكار اخذناها من الدنيا خاطر كي بدنا نحضروا العمل يفات بدنا نحضروا كتير سيناريو واللي هي اليداي انفان تا أمبولونس جيت من مادام حكايات اللي حتى كتحكاها الانسان عادي يقول لها جميع تصير ما تصير هكا توسيل الجماعة الساميو والجماعة الامبولونس نو كحنا من حكايات ذو كم تد تعالوا أخذينيهم وحاولنا أنو يعني نكتبو سلسل نقول هات لنا 100% كوميك يعني فهم ميلانج اللي حكيتهم لك اللي تروى زاك يعني بحهم بش بردد هكا يعني طبعنا أنا ما هيش نسخة معربة من آش وغير اناتومي وغير من السيري اللي نتابعوهم من البرة لا ما هيش ما هيش نسخة من حتى حتى شو نظن التام ولا سيري ميديكال تخدمت كما قلت كريزي ولا تخدمت في برشة عمال لكن كل واحد كما نقول يلوج في أكس معين أنا ديما نقول في الوقت هذي الأفكار كل تعملت كيفش انت من الناحية تعالجها ومن الناحية تأخذها لك مختلف وحاجة أخرى هي تونسية ما بالميام حتى في الحديث اللي سيروا فيها كلها تونسية تونسية بكلا لعنا فلو متاع أحداث قاد صير يعني خلينا نجم ونعملو حاجة معلتها دونك لي مايش مايش من نسخة من حتى من حتى هيا بي شكون في العمل هذي يعني شكون الممثلين شكون لكيب النجوم اللي استعملتم ولي يجبتم لعمل هذي بش تخدم أمبيرانس بي عنا نبدأ بالفريق متاع لانبيلانس اللي يخرج اللي هوم عنا لانبيلانس شيد لعرفي الميتسان حاتم قروي سلام أو المرة في سيري معنا بشي مثل برغم هو سين كوميديان اللي خدم في التياتر عنا نجلة بن عبدالله اللي هي وزيد تويتي اللي هو ممثل تونس يخدم أكثر سينما ولي خدم رول متحبة في عمر الخطاب هذو اللي كانت يخرج في المبولانس وعنا زيد كما أي سيري نخدمها لأي عمل دي ما جو شخش اني مقولش انا اكتشاف هذه لغتشاف ما اني نتعامل مع الناس جدد ما عندهم زيد خبرة في المسرح اللي هوم نلقاو ستوندارديست دورة صحراوي ونلقاو زيد المتسان انتاغن اللي هوم تربص اللي هي ياسمين ديميسي اللي هي بشتعم اللي هي رول نجلة والبوليسي هذا اللي دي ما عمالنا عنا شخصية بوليسية اللي دي ما يجيب لزيكسي دون لل لل للرجانس حرفت دي ما يجيب لهم فيها اللي هو سابر الوسلتي وعنا عطف بوزيد اللي هو زيد برميل اللي يخطموا في الكلينيك الديركتور بتاع الكلينيك هذي الكل اللي هو سيشي مرسل ويخرج زيد في الامبيلونس يعني ساعات يخرج ويخرج ويريد ومخرج ماناتها هذو هذو الشخصيات الاساسيسيين وعنا دي زين فيتين يشوفوهم في برشة حلقات كما مثلا اللي هو في دور مختلف موش دور دور كوميدي ولا واحد دور مختلف تمام سيطان الكوليك دوك معنا كومان فيتين عنا سيسلي حمصدق توفيق البحري علي الدين ايوب مادام مريرة زكراوي محمد حسين قريع خاف لننسا دوك في كل حلقة زادة فيها دي قيست حكينا بك على السيري كشان وصير في دي سيري يعني ماشي في الشكل متاع أمبولانس وحكينا حكي تبكي في الكوليس على السيري وكيفش تعدى والبر يعني سيري كما يدي كانت نجم تاقب وقتها لو كان جاءت الأمور الانتاجية في تونس تمشي كما يصير البرة انها تكون سيري متاع ويكيند ولا سيري متاع تتعدى مرة أو مرتين فجم يعني فما الفكر هذي عندكم شي هك أنو أمبولانس تتواصل في دي سيزان أخرين مش كم في رمضان البرم السيزان تاع رمضان هو معناتها من الأول كان التفكير وكان مدام نجوة دي ما تقول هت نعملو حاجة نخرجو من رمضان الخاطر احنا مشكلتنا دي ما نخدمو دجاف الرجانس دجاح نتوام نصور خاطر و اغلب 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 معناتها العمال تتصور في دي ما يجي رمضان في قنو فام رمضان قلش علي رمضان يغدرنا ولم في نحن دونك وحاجة اخرى المشاهد تحصر في رمضان حتى الاعمال ساعات ما تركاش الحظ متاح نشوف ترسيل وبعد يشوف ها سور انترنت ولا غير دونك ونتصور نوعية كما كما امبولانس تنجو نتعيش بعد رمضان وعليش ليه ما نخلقوش العادة متاع ان نكون عنا دي سيري نخدمو سيزان والولا وسيزان ثانية وسيزان ثالثة والرابعة وتتعادى وسط العام كما كنا نحكي وكما قلت مثلا نتعادى دو فو برسومين ولا دوز ابيزود يتعادى في سهرية في الويكاند نتصور كن نخلقو هالترديسيون دي عند المشاهد اللي هو ماذا به يتفرج في دجاحنا شوف الاعادات معنا تتفرج في الاعادة متى حاجة تعملت كاتران ثاني و سنقل ثاني دو كوني اما مربوط دي ما نتصور مفاماش قانيت ما تحبش تعمل معنا تهدي سيري وكل شي مديما مربوط بالسوق احنا مثلا قلنا وغذي مع مع قانيت تاسا ومع مع معز قال إذا كان إن شاء الله جسبر معنا تتنجح ولا تكون فمقبول للسيزان رولة في دو فا بار سمين ولا ترو فا بار سمين و سيختو كل معنا تالي زيدي في الموضوع هذا معنا تا موجود بسيفة كبيرة إلا ديسبونيبي أصلا حتى متع النجوم يعني بشتعتي في عام تعايت لو حتى ديغيست ولا حتى بور المنتي للسيري يعني جي فيها نجوم مخرين يعني ما ظلي مشتعق صعوبة كما تتو مثلا مشكلة موحدة قولك لا عندي ارتباط بسيتكوم ولا مسلسل ولا حاجة أخرى رمضان يعني الأمور أسهل لا صحيح دو المشكلة الكبيرة ساعات احنا ديما تصيرك في ممثل ما تنجم شو تلومه يعني هي احنا نقول كلمة يعني يلزم يخدم عمل واثنين وثلاثة دونك تلقاه حتى يأثر على على تصوير متاعك فمزيد حتى بتبدأ حاجتك ممثل ما لأرزمو لي أنه يصور في عمل معين دوك نتصور الفترة هذيك اللي بعد رمضان لازم مش نيوف رمضان نقعد وناخد فاكنس لأ إذا بعد رمضان ديريك تخمم شنو عندك فوس العام خاطر ديجاء الناس ملت شوية من البرامج السياسية من الواحد ومو وكانتشوف خاصة لسيري نستتفرج مغرومة احنا التونسي مغروم دونك هذا عليش احنا بدنا نخم في كل ديتي في اللي سيري يصوروها حتى التقنيا نجم نصور كما مش كان لامبولانس لسيري كل تصور في تونس و بنفس التقنيات التي تصور به أي سيري موجودة في العالم عليش على خاطر المتفرج التونسي ما عادش ولا يفهم يفهم حتى في الإيماج ويفهم حتى صورة HD ولا صورة 12 ويفهم في اللي ديتي على خاطر ديجا عينيه محلول على أعمال أخرى وبالطبيعة يمشي ديركت يعمل كمباريزون دونك جاسبير نقول برابور لسوال لامبولانس وحتى الأعمال أخرى وتولي عن العادة هذه إنه يكونوا عن أعمال وسط العام جاسبير زادة مستشهرين زادة يعني هم يشجعوا العملية هذه خطر كان قارن مثلاً مغرب اللي هي مش بايدة علينا تعرف أنه يعني ينجو في وسط العام 36 تليفيلم وهذه مشكلة معانيش في تونس ينجو في معناتها دي سيري على وسط العام وستامخشي معناتها تحب تعتبر المغرب بس معنا بعد شوية شوية مش حكيروا مع هذي زعيم والنجوم اللي موجودين غادي في مهرجان الموازين وتتعرف يعني كيفش المغرب قادة تخدم دونك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ماكينة تخدم وكي ما قلت أنت برشا أتراف يعني مش كان الفنانين ولا المخرجين كوي يعني سي فيها برشا ناس اللي متدخلة واللي تنجم تخلي العمل الفنية تزدهر أكثر في بلدنا إن شاء الله المهم برشا عزيزتي زي ما تتحل على كل سؤالي اللي خلاني هي قعد المدة هذي قعد تسجل وين وصلت في التسجيل كملت ما زلت قدش ما زالك أحنا نكمل بخدمة يعني نهر لحد ليوم سبتك أحنا بش نعطي نصور ثمانية جماعات ضي على يم لا نصوروا بالليل يعني طبعنا ثمانية جماعات نصوروا نصوروا بالليل دونك فريمان تدخل بعضك حتى في الوقت نوك مزولوا نهارين ونكونوا نكملوا نوك جوج بش تم حاجة مهمة نقولها بوهم رقدين توا ما تزوج كانوا يسموني جمغي بيا معنا تفريمان ونشكر لكيب أرتستيكي تكنيك متاع سيري خطر بيوم مساهلا نكتصور ثمانية جماعات ليل بريس كعنا كل يوم دي كور زادة نشكر الكوراج نقول متاع مادام نجو اسلام المونج اللي هي تدخل في مشروع كما هذا كبير سيناريست عمد الدين الحكيم اللي زادة يعني ساعات نكلموه كلول بدلنا لإبيزودي هذي وليهذي دونك جسبر زادة ديما نعودها نكونوا ألا أتر ساعات تشوف بندانانس مش مية بليمية تكون هي نحن نخاف وساعات كعبيت كيقول لك بندانس انتريسان نزيد تتخف انشاء الله فتباك كومبي انشاء الله وإكيدنا نعود ونرجع لسعاد ونحكي أكثر وقت عاد نتفرج وشكل أمور نقدي أكثر يعني نواري في ميدي انشاء الله بالتوفيق بالتوفيق لزوز أعمال بما أن لسعاد الوسلاتي مش تبعو لك نعود ذكر في التاسع ambيرانس في الشترة ثاني من رمضان ودرع زب في حنبال شكرا لك لسعاد ونشاء الله نتقابل معك في القريب ونزيد ونحكي أكثر على الأعمال وعلى أعمال أخرى في المستقبل شكرا لك شكرا لك شكرا لك